المادة العلوم الصف الخامسة الابتدائي الفصل الثاني الوحدة الخامسة المادة الفصل العاشر التغيرات الفيزيائية والكيميائية للمادة الدرس الثاني المركبات والتغيرات الكيميائية أهداف درسنا لهذا اليوم أولاً بيانوا أن المركبات تتكون من عنصرين أو أكثر وتختلف في خصائصها عن خصائص العناصر المكونة لها ثانياً توضيح دلاء الحدوث التفاعل الكيميائي ثالثاً مناقشة بعض الأمثلة على الاستفادة من التفاعلات الكيميائية المركبات والتغيرات الكيميائية انظر وتساءل يدمر الصدأ هذه السيارة فالماء والأكسجين في الهواء يؤديان إلى صدأ الحديد في هذه السيارة ماذا يحدث المادة عندما تتغير مكوناتها؟ المركبات الكيميائية من المركبات؟ المركب هو مادة تتج عن اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر مثال على ذلك من حط طعام يتكون من ارتباط مادة تتصفها بالخطورة هما الصوديوم إن إن والكلور سي إل الصوديوم مادة يمكن أن تحدث انفجاراً عظيماً عند وضعها في الماء أما الكلور وهو غاز سام عندما يتحدان تنتج مادة جديدة تختلف في صفاتها تماماً عن الصفات العناصر مكونة لها وهو ملح الطعام وكلوريد الصوديوم ورمزة ن إي سي إل المكون من ذرة واحدة من الصوديوم ن إي وذرة من الكلور سي إل الذي يعد مثالاً على المركبات الارتباط بدين الذرات هو ما يعطي موازن ذات صفات جديدة وموازنة دعنا يا عزيز الطالب نشاهد هذا الصورة نرى في الصورة عنصر الصوديوم وهو إي الصوديوم فيلز لين ونشط كيميائي ويتفاعل مع الماء بشدة بينما غاز الكلور سام ولونه أصفر ويتفاعل مع الصوديوم بشدة فعند اتحاد الصوديوم زائد لكلور ماذا ينتج؟ ينتج ملح نستخدمه يومياً في طعامنا ويسمى ملح الطعام والاسم العلمي هو كلوريد الصوديوم المركبات الكيميائية الأسماء والرموز الكيميائية إذا تركت ملعقة معدنية تحت المطر ثم عدت إليها ستجد أها مغطاب صدأ إذا ما هو الصدأ؟ الصدأ مركب يتكون من اتحاد الحديد وهو الملعقة مع الأكسجين الموجود في الهواء الجوي للعناصر رموزاً تدل عليها وللمركبات اسماء كيميائية الاسم الكيميائي للمركب يشير إلى العناصر التي ارتبطت معاً لتكوينه فالاسم الكيميائي للصدأ هو أكسيد الحديد الذي يتكون من ارتباط كما هو في الشكل ذرتين من الحديد ولونهما برتقالي وثلاث ذرات من الأكسجين والتي لونها بالأخضر الأسماء والرموز الكيميائية يحدث تعديل على أسماء بعض العناصر أو كلها عند تسمية المركب ومن ذلك تغيير اسمي الأكسجين والكلور في المركب أكسيد الحديد وكلوريد الصوديوم تستعمل أحياناً كلمات خاصة تدل على عدد الذرات مثل كلمة ثاني في غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 الذي يتكون من ذرة كربون واحدة يرتبط معها ذرتان من الأكسجين التغيرات الكيميائية ما التغيرات الكيميائية؟ يحدث التغير الكيميائي عندما ترتبط الذرات معاً لإنتاج مواد جديدة تختلف في صفاتها على صفات المواد الأصلية المكون لها وهو ما يعرف بالتفاعل الكيميائي مثال على ذلك انظر إلى الصورة تتصاعد فقاقي عم الغاز ثاني أكسيد الكربون عندما يتفاعل محلول الخل مع مسحوق الخبز وكذلك يتكون راسب أبيض الذي حدث هنا هو أن الذرات في المسحوق ومحلول الخل ارتبطت معاً بطريقة جديدة وتكونت مواد جديدة هي خلات السوديوم والماء والثاني أكسيد الكربون الذي سوف يتصاعد على هيئة فقاعات هذه المواد تختلف في صفاتها عن صفات المحلول للخل ومسحوق الخبز المعادلة الكيميائية عندما يتفاعل الماء مع الأكسجين ينتج عنه مركب الماء هنا انظر إلى الشكل عندما تتحد ذرتان من الهايدروجين ويسمى H2 نحتاج إلى ذرتين من الهايدروجين مع الأكسجين ويسمى O2 سوف ينتج الماء نلاحظ أن الماء يتكون من ذرتان من الهايدروجين وذرة واحدة من الأكسجين ويسمى جزيء الماء وسوف يتكون اثنان من الماء دعنا نلاحظ المواد المتفاعلة وهي الهايدروجين والأكسجين وتظهر على هيسار المعادلة ماذا ينتج بعد السهم يسمى المواد الناتجة وتظهر على يمين المعادلة الكيميائية إذن عند كتابة المعادلة الكيميائية لدينا المواد المتفاعلة وهي التي على يسار السهم ويضع بينهما على متزائد أم المواد الناتجة وتظهر على يمين المعادلة المعادلة الكيميائية يتقو التعبير عن التغيرات الكيميائية بمعادلات تمثل التفاعلات الكيميائية المعادلة الكيميائية تمثل التعبير الرمزي لها المواد المتفاعلة التي تظهر على يسار المعادلة المواد الناتجة التي تظهر على يمين المعادلة في معادلة تكون الماء المواد المتفاعل هي H2 الهايدروجين O2 الأكسجين والمواد الناتجة هي الماء ورمزه H2O حيث يتفاعل جزئان من الهايدروجين مع جزئ واحد من الأكسجين لتكوين جزئ من الماء قانون حفظ الكتلة يتساوى مجموع كتل المواد المتفاعلة دائما ومجموع كتل المواد الناتجة أي أن عدد ذرات العنصر الواحد يكون متساويا في طرفي المعادلة كيف أستدل على حدوث التغير الكيميائي؟ منه المبيضات عندما يسقط المبيض وهو الكلوريكس المتعارف عليه في المنزل على قطع القماش سوف نلاحظ أنه يتغير لون الملابس ثانياً يتفاعل الحديد ببعض الأدوات مع الأكسجين فتفقد بريقها إذن ما هو إزالة البريق؟ ثالثاً عندما نضع قلص الفوار في الماء تتصاعد غازات وهو غاز ثاني أكسجيدي الكربون الدليل على حدوث التفاعل تصاعد الغازات ثالثاً تكون الرواسب عندما ينتج محلولاً راسماً فهذا يدل على حدوث تفاعلاً كيميائياً خامساً عندما تتحرر الطاقة تتشكل عندما نقوم بإشعال الشمعة تتحرر طاقة على شكل ضوء أو حرارة دليل على حدوث التفاعل الكيميائي كيف نستفيد من التفاعلات الكيميائية؟ نستفيد من التفاعلات الكيميائية في المجالات التالية تستعمل النباتات والحيوانات التفاعلات الكيميائية لإنتاج الغذاء والطاقة وهما عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي عملية البناء الضوئي تحتاج إلى الطاقة لماذا؟ لكي تنتج الزكر عند النباتات عملية التنفس الخلوي عملية معاكسة لعملية البناء الضوئي وتستعمل إنتاج الطاقة حيث يستعمل الجسم الطاقة الناتجة عن التنفس وقودا نعمل الخلايا تستعمل الآلاق الطاقة الناتجة عن التفاعلات الكيميائية كما هو موضح في الشكل في المركبة الفضائية التي تحتاج إلى طاقة هائلة تتج عن تفاعل كيميائي من جزيئات الأكسجين والهايدروجين تتكون بعض المركبات بتفاعل كيميائي في الطبيعة مثل الوقود الأحفوري وبعض الآخر يصنع مثل البلاستيك وهناك مركبات كثيرة جدا تتكون بفعل التفاعلات الكيميائية عزيز الطالب وإلى هنا قد وصلنا إلى النشاط التقييمي ما المقصود بالمركب؟ المركب عبارة عن مادة تنتج عن اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر والمركبات لها صفات تختلف عن صفات العناصر مكونة لها ثانيا ما الوصف الصحيح لمفهوم التغير الكيميائي؟ ارتباط الذرات معا ولا ينتج عنه مواد جديدة؟ أم ارتباط الذرات معا لإنتاج مواد جديدة تختلف في صفاتها عن صفات المواد الأصلية المكونة لها؟ أم ارتباط الذرات معا لإنتاج مواد جديدة تشابه في صفاتها المواد الأصلية المكونة لها؟ الإجابة هي ثانيا ارتباط الذرات معا لإنتاج مواد جديدة تختلف في صفاتها عن صفات المواد الأصلية المكونة لها؟ ثالثا أي تغيرات التالية يعد تغيرا كيميائيا انسهار الجليد ذوبان الملح حرق الأشجار هطل المطر الإجابة الصحيحة هي حرق الأشجار ما أقل عدد من الذرات يمكن أن يشكل مركبا ذرتان لأن يجب أن يكون هناك عنصرا على الأقل لتكوين المركب خمسة تفكير الناقض إذا تفاعلت 32 ذرة هايدروجين مع 16 ذرة أكسجين تفاولا تاما فكم جزيئا من الماء ينتج؟ ولماذا؟ 16 جزيئا لأن كل جزيء ماء يحتاج إلى ذرة أكسجين وذرتين هايدروجين ما دلالة حدوث التفاعل الكيميائي عندما تضيف الماء إلى الأقراص الفوارة؟ تتصاعد فقاعات من غاز ثاني أكسيد الكربون ما المركب الذي يشوه الفلز؟ الإجابة هي أكسيد الفلز أم ثاني أكسيد الكربون أم السكر أم الحمض؟ الإجابة الصحيحة هي أكسيد الفلز وإلى هنا قد انتهى درسنا اليوم نلقاك عزيز الطالب في دروس أخرى تتصام نلقاك عزيز الطالب في نفسك